هذا سنأخذ منشور للزميل الصحفي طلال العامري عندك المنشور نعم طلاليات يقول الصحفيون متهمون بأنهم ينقلون ما يرون ومن يفعلون فعلاتهم يستنكرون ويقولون الصحافة والإعلام ضخموا الموقف عيب علينا جاي ينتقد الناس اللي تنتقد الصحفين والإعلاميين والله أنا قايلها بعدة قنوات وكاتبها بأنه أصبحنا للأسف مثل المثل الشعبي الشائع اللي يقول إحنا أصبحنا اليوم مثل السمشة ما أقولها مذمومة نعم لكن هذا قد يكون سبب البعض نرجع للبعض من الدخلاء على المهنة اللي أساءوا للمهنة هم اللي أنطوا المجال حتى ينحشي علينا هذا الحشي في حين الصحفي مقيم بكل دول العالم الصحفي مساهم ببناء بلغ وعليه يسموه سلطة رابعة يتحدث عن ما يرصد الزملاء الإعلاميين والصحفيين ويتعرضون للنقد نتيجة رصدهم ينقلون ما يرون هو هذا عملنا هذا عملنا لكن يقولك أنت جاي تتعرض للنقد اليوم اليوم أنت اليوم أنا ما عندي مشكلة شخصية مع مؤسسة معينة أو مع شخص معينة من ينتقد بعض الحالات اللي ينقلها الصحفي يرى للأمر من زاوية ضيقة تخص قد مصالح الشخصية تضررت بنقل هذا الخبر أو تلك الصورة فلابدو أن ينتقد الصحفي لكن من ينظر للمشهد بنظرة ثاقبة ولعموم العراق ومصلحة العراقيين لا ينتقد الصحفي بل يؤيد الصحفي السيد عبد الكريم ياسر مو عدو دائم لوزارة الشباب أو اللجة أو اتحاد الكرة لكن من الشاهد أخطاء تتحدث عنه لكن مواجبة كصحفة وعلامة من تشوف إيجابيات تتحدث عنه الشيء يذكر نعم اليوم الوزير الجديد كل شي ما شفنا منه لكن هجم يعني هجمات عديدة على أنه كذا وكذا 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 شاهدنا من عندك دعم لسيد الوزير كما أقول أنا شوف هنا أنا المبدعي لابد أن ينطلق بكلامه بفعله بكتابته من مبادئه أكيد أنا شا أقول أنتوا يلي تقولون عليك كذا وكذا وكذا عدكم وثيقة رسمية تأيد ما تقولوا حتى نصيروا ياكم ضده ما عدهم إذن خلينا نقول لا نحكم جزافا خلينا ننتظر عمله نعم وخلينا نحكم على هذا الشخص من خلال عمله الشيخ زايد من يعرفه نعم ما حد يعرفه لكن العالم تترح حملة ليش لأن ترك وراء بصمة شبيرة طيبة لإمارات مو صحيح له نعم والعكس هو صحيح هناك كثير من الشخصيات العالمية على مستوى عالم منهم مثلا صدام عسير ليش الناس تدمه وتلعنه حتى بقبرة لأنه الإنسان يقيم مو بإسمه بعض الإنسان يقيم بعمله فهذا الوزير بعده ما عمل هذا سبب صال الشهر 30 يوم خلي نقول 30 يوم وجدت 300 تهمة طيبة طيبة شنو اللي شفناه منه نعم بعدين وين التفاعل؟ ليش ما نكون إحنا دائما متفاعلين يعني؟ نعم فهذا خلافي مع البعض اللي تهموني أيضاً على سبيل المثال أنا ليش ما أصدق الأقاويل؟ نعم أنا ليش ما أصدق المقاويل؟ سبقوا أنني اشتغلت ناطق علامي لأصيل طبرة وأصيل طبرة شان نائب لعودي صدام حسين فتهموني بأنني رجل مخابرات وأنوي عودة البعثيين نعم اللي تهموني ما يعرفون تاريخي البعض خلني حتيها بالعامية البعض سبني من أخواننا شيعة يتصورون إنساني رديت عليهم قلتم عمي أنا من الشطرة أنا شروقي أنا شيعي يا أخوان بس إذا أحتي الصدق والحقيقة اللي ترضي الله تزعلكم إذا أتزعلكم فأزعلكم لكن يعني منشور الزميل الإعلامي والصحفي طلال العامل يقول لك أكوناس يزعل من تنتقدهم أكيد هو موه مع احترامي إلى طلال إمامنا يعني الإمام علي سلام الله علي قال لا تستوحش طريق الحق لقلت سالكي فكلمة الحق اليوم تزعل تزعل من أخي تزعل من ينظر قلناها قبل شوية من ينظر لمصالح الشخصية تزعل أصحاب الباطل خليزعلوا خليزعلوا أنا أدي أهمشي أرضي الله سبحانه وتعالى وأعمل لبلدي لأن هذا بلد آبائي وأجدادي خيراتي كلها على قولة المصر اللي أحمك تافي من خيرها نعم فأعمل لبلدي وأعمل للناس الخيرين حتى لو كانوا قليلين الحسين سلام الله عليها نعم من أقام ثورة الحسين مو ملايين بأفراد بسيطة أكيد مو صحيح له لا فأني حتى من دخلت انتخابات وخسرت قلت خمسة صوات اللي انطونيات عادل خمسمائة صوات أكيد لأنه خمسة صوات نزيهة أفضل من خمسمائة صوات منافقة بس مشوفها قليلة خمسة صوات على سبيل المثال بس اعنا قلنا يعني الصوات خلي نقول الصوات النزيه يعادل ميت صوت منافق أكيد